تكليف من صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار اليوم في منتداء تبليسي لطريق الحرير والذي يعقد في العاصمة الجورجية يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من أكتوبر الجاري بحضور عدد كبير من القيادات الحكومية والخبراء ورجال الأعمال والإعلاميين من حول العالم وقالت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على منحنا الثقة للمشاركة في منتداء تبليسي لطريق الحرير الذي يعد فرصة لترويج صورة المملكة كمركز حضاري وثقافي واقتصادي عريق قام بدور هام في ربط الحضارات المختلفة ببعضها البعض عبر الإنتاج الثقافي والاقتصادي وأكدت معاليها أن المنتداء شكل نافذة للبحرين تطل عبرها على العالم حيث يمكن من خلال هذه المشاركة تفعل أدوات تبادل الخبرات ووجهات النظر حول دور البحرين المستقبلي في مشروع طريق الحرير الذي يعيد أحياء طرق التجارة القديمة ويربط ما بين الشرق العالم وغربه نضحة أن هذه الطرق لم تشكل على مدى آلاف السنين سبلا لتبادل البضائع فقط بل كانت طرقا للتلاقي الحضاري والتبادل الثقافي والمعرفي والإنساني